اختبار قوة الكمبيوتر بال V-Ray Benchmark ال V-Ray عمل اداة مفيدة جدا علشان نختبر قوة رندر الكمبيوتر في حالة انك عايز تختبر الكمبيوتر بتاعك حاليا او جهاز جديد او لو عايز تقارن ما بين اتنين كمبيوتر فال V-Ray Benchmark هيساعدك على كده ال V-Ray Benchmark عبارة عن برنامج صغير بتجيبه مجانا من موقع ال V-Ray وبعدين بنعمله setup وبنشغله على الكمبيوتر فال V-Ray Benchmark هيعمل رندر لصورتين واحدة بيستخدم فيها البروسيسر والتانية بيستخدم فيها كارت الشاشة وبعد ما يخلص الاختبار ده ال V-Ray Benchmark هيقولك الوقت اللي اخده في الصورتين دول بالزبط وبالتالي هتقدر تقارن الاجهزة ببعضها يلا نشوف ازاي بنشغل ال V-Ray Benchmark اول حاجة هنروح لموقع ال V-Ray اللي هو www.cairsgroup.com slash V-Ray slash Benchmark هننزل لتحت شوية وحندوس Download V-Ray Benchmark حيطلب مننا ان احنا نعمل sign in لو انت مش مسجل على الموقع ده قبل كده فانت تقدر تسجل ببلاش حندوس sign in وحنختار Download for Windows X64 وحنسيبه يحمل هو دلوقتي بيحمل تقريبا 150 ميجا بعد ما بيتحمل عندنا حنشغله بان احنا نعمل double click عليه وحنفتحه وحندوس Agree ونعمله Setup بعد ما يخلص ده اللي هيظهر لنا اختبار ال CPU هنا واختبار ال GPU اللي هو كارت الشاشة هنا حنعلم على الاتنين وحندوس Start ونستنى الرندر يخلص اول اختبار بيحسب الوقت اللي بيستخدمه البروسيسر علشان يخلص الرندر لو فتحنا Task Manager حنلاقي ان الرندر مستخدم كل قوة البروسيسر بالزبط زي ما بنرندر اي شط في الماكس حيكمل الرندر لحد لما الصورة تخلص والوقت اللي هنا ده هو معيار الاختبار عندنا البروسيسر بتاعي هنا جاب دقيقة و 56 ثانية بعدها على طول حينقل صورة تانية Automatic علشان يختبر كارت الشاشة اختبار كارت الشاشة مختلف شوية وزي ما انتم شايفين ان الصورة عندي تقريبا بتطلع واضحة وحتفضل جودتها تتحسن مع الوقت لحد لما نوصل للرندر النهائي وهنا هتلاقي اختبار معيار كارت الشاشة كارت الشاشة بتاعي هنا GTX 1060 والسكور بتاعه جابه دقيقتين و 36 ثانية ودلوقتي بقى عندي اختبار قوة الكمبيوتر بتاعي اللي هو مواصفاته دي زيهم بروسيسر نيفيديا جرافيك كارد و ويندوز 10 لو دوسنا على view statistics هنقدر نشوف اعلى المواصفات العالمية للبروسيسر وكروت الشاشة هنا هنشوف اعلى بروسيسر واللي هو intel زيهم بلاتينم بروسيسر وجاب 13.7 ثانية ولو دوسنا هنا هنشوف احسن سكور لكروت الشاشة وهنا بيقولك كان intel core i7 بروسيسر و 4 quadro gp100 وعمل 14.359 seconds وده كده كل حاجة عن ال v-ray بنشمارك حمله دلوقتي واختبر جهازك ولو حبيت خد سكرينشوت للنتيجة بتاعتك وابعتها لنا ونبص عليها اشتركوا في القناة